يوم دام شهدته محافظة الضالع جنوب اليمن إثر اندلاع مواجهات بين قوات الأمن الحكومية والحزام الأمني الذي يعرف بولائه لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن قتيل وأكثر من عشرين جريحاً سقطوا أمس السبت خلال تلك المواجهات والتي انتهت بسيطرة قوات الحزام الأمني على جميع المناطق بعدما كانت قد بدأت مهامها في الحادي والعشرين من شهر آذار الماضي إدارة أمن الضالع خرجت عن صمتها وتحدثت عن من يقف وراء تلك المواجهات والتي قالت إنها قيادات تلهث وراء المال متهمة بشكل مباشر قائد قوات الحزام الأمني بالضالع أحمد قائد والقيادات التي حرضته على القيام بمواصفتها بالمجزرة وأضافت أن ما حدث كان محاولة اغتيال لنائب مدير أمنها بليل حمدي الذي تعرض هو ومرافقوه لوابل كثيف من النيران الخفيفة والمتوسطة انطلقت من أكثر من عشرة أطقم وكما اعتاد الحوثيون قبل انقلابهم على الدولة بوضع حجج الفساد وغيرها كذريعة لاقتحام المدن وسيطرتهم عليها سار المجلس الانتقالي على الطريقة ذاتها عبر ذراعه الأمني ما يسمى بالحزام الأمني بعدما كان قد اتهم نقطة أمنية في الضالع بأنها تحولت إلى نقطة جباية في الوقت الذي تقول فيه إدارة الأمن إن هذه النقطة أوقفت ومنعت دخول عشرات الجنود من الحرس الجمهوري التابع للنظام السابق من المرور إلى عدن وبسيطرة الحزام الأمني على الضالع فقد تفوقت الإمارات على الشرعية مجددا بالسيطرة على محافظة جنوبية جديدة وفرض ما تريده دون العودة إلى الحكومة التي لم تحرك ساكنا حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر